يعود سلطان النيادي إلى الأرض خلال أيام بعد انتهاء مهمته الفضائية على محطة الفضاء الدولية وتنقسم رحلة العودة إلى ست مراحل البداية مع انطلاق المركبة من محطة الفضاء نحو الغلاف الجوي للأرض بداية المرحلة الحرجة للهبوط تكون بخفض سرعة المركبة إلى 28 ألف كيلو متر تكمن خطورة المرحلة الحرجة في انقطاع الاتصال بين الأرض والمركبة بعد تجاوز المرور من الغلاف الجوي للأرض تطلق المركبة مظلتين عند ارتفاع 5 كيلو مترات فاصل 5 للتخفيف من سرعة الهبوط وعند ارتفاع 2 كيلو متر تطلق المركبة أربع مظلات أخرى لمزيدا من تخفيف السرعة وأخيراً تستقر المركبة في النهاية بنقطة الإنزال أو الهبوط المقررة اشتركوا في القناة